من ضيف أفردت له بولندا سجادها الأحمر على أعتاب مؤتمر وارسو الهش إلى شخصية منبوذة في بولندا بفارق أيام قليلة هل هي نباهة بن يمين نتنياهو في استغلال مواقف خارجية في صراعاته الداخلية فتنقلب عليه مزيدا من التحفظ حول صورته ليس ابتداء بعلاقته المشوبة بالسلبية مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ولا انتهاء بما جرى مع بولندا أخيرا فقبل مغادرته وارسو نكأ نتنياهو جراحا تاريخية استفزت البولنديين إذ قال إنهم تعاونوا مع النازيين ضد اليهود وإنه لا يعرف أحدا تمت مقاداته على هذا الكلام تصريحات دفعت الخارجية البولندية إلى استدعاء السفيرة الإسرائيلية لتقديم توضيحات عادت الخارجية البولندية وقبلت التوضيحات الإسرائيلية وصنفت ما جرى ضمن التلاعب السحفي فانعكس ذلك سلبا على نتنياهو داخل إسرائيل حيث انتقدته جهات إسرائيلية وطلبته بتجديد طلب الاعتذار البولندي من اليهود عما فعلوه أيام الحرب العالمية الثانية لم تكد نار الأزمة تهدأ حتى أشعلها القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي يزرائيل كاتس من جديد لم تكن تلاعبا صحفيا إذن قال كاتس عن البولنديين بأنهم راضع لاسمية في حليب أمهاتهم فكان الرد البولندي عدم المشاركة في مؤتمر مجموعة فيشجراد المقرر انعقاده في القدس المحتلة لقد اتخذت قرارا باستدعاء الوفد البولندي من الاجتماع في إسرائيل والذي تم تخطيط له مسبقا وكذلك وزير الخارجية لن يذهب إلى هناك لقد اتخذت هذا القرار بسبب الكلمات التي نطق بها وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد وهي غير مقبولة على الإطلاق القرار البولندي وجد صلاه لدى جمهورية تشيك التي اتخذت قرارا مماثلا يبدو نتنياهو خاسرا في أحسن حالاته هنا متكئا على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معظم خطواته الدولية هو جدل جديد يثيره نتنياهو حول أدائه من المرتقب أن يكون إحدى نقاطه السود في السباق الانتخابي الإسرائيلي في نيسان أبريل المقبل